بس ظابط المباحث كان متأكد وحاول لي يزبط الكلام ده للنيابة إيه اللي أنت بتقوله ده يا جابر؟ هي وصلت كمان لمباحث ونيابة ومحدش فيهم يبلغني؟ إنما الأعمال وبالبيليات يا فنم أذا كان كل غرضي أنت بتهرج يا دكتور بتهرج لما كل ده يحصل لجوزي وساعتك ما تقوليش وتستنى لحد ما تأمن نفسك وتقفل أوراقك يبقى أنت ما تعرفش مين هو جابر طحون وما عندكش فكرة عن مراته أيها فدم أنا والله أنا كنت هقولي السادة كل حاجة أنا بس يعني حاولت في الأول أن أنا أطمن على ساعات الباشة وأن أنا أنقل وإرعال مركزة وأنا كنت متحمل المسئولية تحت أي شاكم أشكال وطمنت وفاء بمعجزة الحمد لله إيه بقى اللي خليك تستنى لحد النيابة والمباحث ما ييجوا ويخلصوا تحقيق كمان ظابط المباحث يا فندي ظابط المباحث لما أخذ في الكلمة يعني التفكيره على قد وحبتهين ما سدق جاله البلاغ مسك فيه وحاول أنه هو يحوله إلى جنايات برضو كان لازم تبلغني كلامة مصبوط هو أنا يمكن أساءت التقدير يا فندي في الموقف إنما والله والله العظيم ثلاثة أنا كل اللي حاولت فيه إن أنا يعني أبعدك عن النيابة والتحقيقات والحاجات الازاكرة دي حاوز أفرحك قسما بالله العظيم ثلاثة فندي ما حصل إن حد دكل على ساعة الباشا وحاولي إزيه هو كل اللي حصل إن فيه الست اللي داخلت دي تعرفها يعني شوية كده إنما الحمد لله الحمد لله تشكل عملته ده أو مهنة بالسلامة أوكي يا دكتور ممكن بقى حضرتك تتفضل مشكوراً وتوريني الست دي أنا ابنها يا فندي آه أوكي أنت بتشتغل هنا بقى لك كتير؟ بقى لي حوالي سنة تقريباً قالوا لي أنك دكتور شاطر عشان كده الإدارة كلفتك بمتابعة جناح الباشا وأنا فعلاً تبعت الباشا حوالي أسبوعين تقريباً بس أديني أنا من اللي حصل ده معرفش حصل إزاي ما تقلقش يا دكتور إحنا مش جايبيناك عشان نحسبك على حاجة أنت ليه جميل عليها ولازم ترد جميل يا فنديم بس حضرتك أنا مش أنت يا دكتور إحنا نقصد والدتك وذي أقلم وكفأة استهلها ست قوت اتفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا